في المرمى حلقة خاصة عن السوبر السعودي أهلا بكم غدا الفيصل يرعى السوبر الثاني بين كطبي العاصمة ومنذ آخر سوبر بينهما أين ذهب نجوم أمسية لندن 2015 السوبر السعودي ما هي البداية الحقيقية أو الكابتن يرفع كأس بين بطلي الدوري والكأس يجيب على السؤال في محيط المسرح ذاته ودا سلفاء أحد شهود لندن يتحدث الديون عطلت النصر السلام عليكم يرعى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مساء السبت بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم بين فريقية الهلال والنصر والمقررة في استاد الملك فهد الدولي في الرياض ذلك في الثامنة والربع مساء توقيت العاصمة الرياض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطولة السوبر السعودي التي تجمع بين بطلي الكأس والدوري يؤرخ لها الاتحاد السعودي في موقعه بأنها بدأت العام 2013 ولكن أول مباراة بطولة تجمع فيها تتويج تجمع بين بطلي الكأس والدوري كانت في العام 1979 وذهب ريعها في تلك الأيام إلى جمعية خيرية كانت عام 79 بين الهلال والأهلي وفي مباراة الذهاب تعادل بهدفين لمثلهما في الإياب في الرياض فاز الهلال بأربعة أهداف لهدف قائد الهلال في ذلك الوقت كان هو الكابتن الحارس إبراهيم اليوسف سألناه قبل المباراة قالوا لكم هل هذه مباراة سوبر أم مباراة خيرية فأجاب بنرجعك تقريب من 42 سنة يعني يمكن غايب عن كثير ناس أنه أقيم سوبر في السعودية عام 1979 بين الهلال والأهلي ودي أسألك خلنا نتكلم من البداية قبل وقتها يوم بلغوكم بيقامة المباراة هل قالوا لكم أنها سوبر؟ كيف وصلكم المعلومة؟ طبعا إحنا بلغنا فيها أنها كسوبر وفي الوقت نفسه أنه ريعها ودخلها كان لجمعية البر في عبها فأتعرف يعني كان من خلال هذا المعرفتنا بهذا الشيء يعني أسعدنا جدا يعني خاصة من الأهلي في هذا الوقت يعني ولا زال ولله الحد يعني كان يعني الفريق المنافس وكان الفريق الحقيقة يعني من الفرق اللي دائما النوياه تقريبا في النهائيات على البطولات لعبنا في جدة المباراة وعلى ما أعتقد إذا ما تخلني الذاكرة أنه تعادلنا 2-2 ولعبنا في الرياض وفزنا 4-1 لعبتوا هنا على هذا الملعب؟ على هذا الملعب طيب خلنا بنتمشى في الملعب طبعا مع فارق العمر وفارق السنين وعبد الله لكن مش أبرز ذكرياتك يعني دخلتوا لإمباراة الإياب وإنتم متعدلين والله هي ذكريات جميلة الحقيقة يعني كون أنك أنت تحقق أول بطولة سوبر في تاريخ السعودية أنا أعتقد أن هذه إنجازك كان فيه الهلال نجوم نجوم كبار كانوا ليس فيها من الذكريات أكثر من أنه فيها لاعبين الحقيقة مجوم فقدنا كثير منهم الحقيقة مثل في النادي الأهلي أحمد صغير وأمين داب ورحمة الله عليهم جميعا من الهلال بشير الغول وغازي سعيد وفيه لاعبين متواجدين حاليا يعني زملاء زملاء قلبنا عليك المواجهة أبو عبد الله لكن الله يوحمه ويغفر له والله أحبهم كنجوم وإنت لحيب ما زلت متواصل مع بعضهم إلى الأحيان منه كان وقت أبو عبد الله رفلينو موجود سجل هاترك في الإيام وسجل نجي بالإيمام بعد كان إضافة لكم وجوده وأكيد أنه كان إضافة بس كيف كان يعطيكم حافز وجوده أنتم كلاعبين شوف رفلينو في الملعب قايد الحقيقة قايد الحقيقة قايد من الطراز الأول يعني لكن رعيبه واحد رعيبه واحد بس اللي أحيانا إذا أخرج إذا أخرج إذا أخرج إذا أخرج عن طور أنت كنت كابتن وقتها صحيح وسبب اختيارك كابتن لحظتها في وجود الأجانب أو وجود اللاعبين الكبار الهلالي ما هيش في إدارات الهلال ولله الحمد يعني دائما تقييم هل الأشخاص يعني يكون تقييم كلي داخل الملعب وخارج الملعب كنت مرتاح في النهائي تذكره في اللياب لحم الله حقيقة ما أرتاح لننتم تهم برعات ليه؟ يا أخي من الصعب كنت سجل الهلال منذي حلاص إذا سجلنا ورمننا المباراة بلا شك أنها منتهى الفرحة أبو عبد الله في أشياء إلى الآن موجودة في الملعب ما تغيرت موقعه موقع بس رح نتغير كثير ما شاء الله الكراسي والجودة العالية في الأرضية وفي الإضاءة وفي التجهيزات الحقيقة مختلف تماما تماما أبو عبد الله من وقتكم إلى الآن والهلال يحب يلعب في الجهة الجنوبية لأنها قريبة من جمهورة من قلب ميالي لما تيجي أحد يداول كاسف السوبة في السعودية يذكر من 2013 ما أحد يذكر ألف وتسعمائة 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 ومش تعليقك حتى خصوصا أنه يعتبر نجاز شخصي لك أنت أنك أنت حملت الكار والله أنا لا ألقي اللوم على الجيل الحاضث لأنه ما شاهدها ما كان يعني شاهد على العصف في ذاك الوقت لكني أنا أحمل الموثقين التاريخيين عبد الله طبعاً حيني نوياك نصعد المنصة صعدتها قبل 22 سنة لا شك لا تكبرني من هنا طلعته على العموم المنصة تغيرت 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 من ناحية بعض لكن الإضافات إي الإضافات بلا شك لكنها مثلها مثل أي منشأة يعني والله الحمد في المملكة كل يوم عليها تحديف حسب حاجة العصر ما شاهد نجحل بمستواك؟ لا أدري ما هذا الكورة ما أدري يمكن أن أكون يعني بأي نشوف يالله لا لازمني كويس إلى الآن موسيقى 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 تعمدنا أن نضع تاريخ بطولات السوبر الأوروبية بعد هذا التقرير كون البطولات ليست مربوطة دائما أو تتبدل أسماؤها ولكن الصفة التي تجمع المتنافسين فيها لا تتبدل فلذلك هي دائما انتداد الاتحاد السعودي لكرة القدم كما قلت يعترف أو يوثق على حسابه من 2013 فقط السوبر لكن هذه كأس لماذا يحرم إبراهيم اليوسف مثلا من إنجاز كهذا في تاريخه الرياضي نستمر في تقليل صفحات السوبر حاضرا وماضيا ووقفة أولى نعود معكم بعدها لنتابع حلقة هذا المساوى فيها داسلفة أخر مدرب خسر السوبر بالنصر يقول 2015 عطلتنا الديون وبعد أمسية لندن أين ذهب نجوم ذلك اللقاء تقرير استقصائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد خرخي داسلفة المدرب الأورغياني آخر مدرب حضر أو خسر النصر معه السوبر في 2015 في الأمسية لندنية الشهيرة يتحدث عن ذكرياته في تلك الليلة سعادة بصدافتك وظهورك معنا للحديث عن مباراة السوبر بين الهلال والنصر في البداية كيف كانت ذكرياتك مع مباراة النصر والهلال الأخيرة في السوبر 2015؟ يسعدني أن أستقبلكم هنا في مكان عملي الحقيقة هي أن الحديث دائما عن لقاءات النصر والهلال يجلب لي كثير من الذكريات الرائعة رغم أن هذه ليست الذكر الأجمل لأنه للأسف خسرنا المباراة لكنها كانت مباراة خاصة لعبت خارج السعودية وتمت قامتها في بداية الموسم نعتقد أننا وصلنا لتلك المواجهة ولم نكن على أتم الاستعداد وكانت لدينا الكثير من الغيابات كنا نفتقد بعض الأجانب حقيقة كان الهلال أفضل تنظيما وفاز علينا كانت مباراة صعبة ومباراة جميلة في نفس الوقت حيث لعبت أول مرة خارج السعودية كانت هناك جماهير كثيرة في لندن مع توقعات كبيرة قبل المباراة الحقيقة كانت تجربة جميلة للأسف لم نمنح جماهير النصر فرحة الاحتفال بلقب أخر هل بالفعل إعداد الفريق كانت ضعيفا في تلك المباراة؟ نعم لم نكن على استعداد جيد كانت هناك الكثير من الغيابات في الفريق كما كانت هناك مشاكل في التعاقدات مع بعض اللاعبين المحليين لقد وضعنا كل ما لدينا لمواجهة خصم مهم مثل الهلال بكامل تشكيلته أعتقد أننا لم نصل المستعدين بأفضل طريقة وهده السبب الرئيس لخسرتنا في تلك المباراة يقال أن تلك المباراة دمرت النصر دمرت موسم النصر وكانت سبب قالاتك من الفريق لقد قضينا موسيما رائعا بعد تثويجنا بالدور على حساب الهلال ومن المنطقي أن خسارة السوبر أثرت بشدة على مجلس الإدارة بأكمله وفي ذلك العام أعتقد أنه كان هناك أيضا العديد من المشاكل في الفريق مشاكل مثلا في العقود والديون مع اللاعبين كما كان هناك الكثير من القلق لدى اللاعبين تجاه مستحقاتهم وجعلت بداية الموسم ليست الأفضل لذلك قد يكون هذا أحد أسباب تركنا للنادي ما الفرق بين النصر في تلك الفترة والفريق الحالي؟ أظن أن الفريق الكبير يكمل في أن السوبر هذه المرة يقام في منتصف الموسم والفريقين جاهزين للموعد كما أن هناك عدد أكثر من اللاعبين الأجانب في كل فريق ربما يكون الهلال أفضل من النصر في الفترة الحالية أعتقد أن الفرص متكافئة للفريقين ومن الصعب التكهون مسبقا بالفائز لكن الأخير لديه لاعبين رائعين وهو يعلم أن هذه المباريات هي عبارة عن مواجهات خاصة والنتيجة غير مضمونة ومن الصعب التكهون مسبقا بالفائز هل تتابع النصر مؤخرا؟ ما رأيك في إقالة روي فيتوريا؟ نعم بطبع ما زلت تابع النصر وأوكن له حبا كبيرا لأنه كان أول نادي أتيت من خلاله للعمل هنا في الخليج في عام 2009 في وقت لم تكن فيه الأمور جيدة لكننا قمنا بعمل رائع منحنا إمكانية العودة للفريق في 2015 والتتويج بلقب الدوري أعتقد أن روي فيتوريا قدم عملا جيدا مع الفريق لقد كان بطلا لكن للأسف كرة القدم متفوقة على النتائج والنتائج في الأخير هي من تحدد مستقبلنا كمدربين من اللاعب الذي لفت انتباهك؟ النصر لديه فريق رائع ويملك لعبين محليين وأجانب ممتازين أعتقد أن من بين آخر التعاقدات كان الأرجنتيني بيتي مارتينيز وبنسبة لي فهو لاعب موهوب لم يقدم بعد أحسن مستوياته وربما يحتاج لوقت أطول للتأقل مع النادي وتقديم الأفضل ما رأيك في الدور السعودي مؤخرا؟ أعتقد أن الدور السعودي هو من أقوى الدوريات في المنطقة لديه فرق رائعة وتملك إمكانيات كبيرة اليوم كل المنافسين أقوية وحقيقة أن امتلاك الفريق لسبعة لعبين أجانب ساعد كثيرا على تطور المستوى ختاما من هو الفريق الأفضل حاليا ومن هو الذي سيكسب السوبر الهلال أم النصر؟ أعتقد أننا نتحدث عن اثنين من أكبر الفرق في السعودية صراحة في الوقت الحاضر الهلال أفضل قليلا من النصر لأنه في أول ترتيب الجدول في الدورية بينما النصر فقد العديد من النقاط في البداية الفريقين رائعين وأتمنى أن يفوز النصر لأنه يملك أيضا كل المعطيات لذلك لكن مثل هذه المباريات صعبة للغاية ويمكن أن يحدث فيها أي شيء وأتمنى أن يكون اللقب نصرويا ويعود الفريق خسارته في 2015 دا سلفك كل المدربين أحبه النصرويون في البداية ثم طالبوا بيقالته في النهاية هكذا هي علاقة الجمهور دائما بالمدربين يحكمها الفوز والخسارة ولا يحكمها العقل ونذهب إلى الرياض من هناك عاد البطي الصالح المطلق يلتحقاني بنا من الرياض صالح مساء الخير عاد المساء الخير أبدأ من عندك صالح يعني حديث دا سلف يقول لنا أن نكون جاهزين كانت الديون والمشاكل تحاصر النادي ما أشبه ليلتها بالبارحة في النصر الآن في 2015 كان هذا الحديث الآن في 2021 من هو الأجهز قبل هذا السوبر ما نريد أن ندخل في الأمور الفنية لأننا بكرة بنحلل وندخل في الأمور الفنية بشكل كبير في الإطار العام بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بالتال أهلاً بالسائد للمشاهدين وأهلاً بحبيبنا كابتن عادل والله برضو هو جاوب وقال لك في الأخير كل فريقين كبار والنتيجة يعني متاحة للجميع خليني أقتبسها لإجابة وأقوع وأكررها طيب صالح خارج الملعب هل سيؤثر غداً على داخل الملعب؟ لها تأثيراتها لكن ما مدعها؟ والله بالتالي إذا زادت الأمور عن حدها أكيد تنعكسها على داخل الملعب ولكن نرجع دائماً نقول نأكد أن المباريات اللي هي مباريات الديربي الباريات القوية المباريات اللي تعتبر مع الفريق المنافس لك تاريخياً الحالة يعني في كل الفريقين بالنسبة اللاعبين أتكلم نعم فيه شيء خاص تجهيز داخلي أعتقد وهذا الشيء أنا مريد فيه أنه اللاعب مش يحاول بل أنه فعلاً يستطيع أنه خلنا نقول إذا جاز التعبير يقفز فوق كل الظروف حتى أنه يقدم نفسه في المباريات هذه ويحاول يفوس فمن خلال هالأمور هذه أنا أقول نترك كل الأمور الجانبية والظروف والمشاكل سمو أن كانت مادية أو غيرها ونتكلم عن الملعب وعن الأمور الفنية وعن اللاعبين طبعاً نتكلم عن اللاعب اللي عنده هالإمكانية وعنده قدرات وعنده النفسية هذه هذا اللي نتكلم عنه واللي ما يملك الشيء هذا ما يدوم يعني ما يملك الشيء هذا يعني خلاص انتهى الموضوع فيه نيزان آخر كابتن عادل شرائك ظروف خرج الملعب ما مدى تأثيرها مسأل خير مسأل خير صحيح ما مدى تأثير بس سمحت لي ودي أرجع أول شيء رجع لقاء إبراهيم اليوسف الكابتن إبراهيم تفضل يعني الحمدلله على سلامته ورجع من فترة علاجية وهو الله من أطيب وأنقى وأوفى الرجال اللي قابلتهم طبعاً يمكن أنا ما عملت يعني بشكل مباشر كابتن مع إبراهيم ذلك الفترة كنت أنا ناشئين وهم فريق أول حتى أخوه عبد الرحمن من أبرز اللاعبين كان في الفترة ذلك لكن إبراهيم يعني أنا سعدت بحقية كثيرة بشوفته والله وتأثرت لأنني حاول أتصل عليه ممكن ما حالفني الحظ أرجع للموضوع المؤثرات تصدق بتال أسهل مباراة هذه من الناحية الإدارية للتأثير كابتن صالح قال كلام جميل القضية قضية لاعب تصدق بتال أس يعني أنت الأسبوع اللي قبل مباراة النصر هذه أو مباراة المباراة الكبيرة للنهائيات بالعكس أنت تحاول يعني تهدئ من شوي اللاعبين يكون عندهم حماس تركيز حتى اللاعبين من تلقاء أنفسهم تقوموا مركزين في الأسبوع من حياتهم الشخصية تغذيتهم نومهم هذه أشياء أنا أعتقد أنها أقل يعني لو تتكلم عن فريق مباراة عادية ما أريد أن أذكر أسماء فرق طول الأسبوع أنت تحفز في اللاعبين بينما هذه المباراة بالعكس تحاول تهدي العمل الإداري اليوم في النصر يكون أصعب بصراحة الهلال مستقر إداريا مستقر فنيا اللاعبين أصحاب خبرة خاض ومباريات يعني أقوى من هذه المباراة بشكل كبير بينما بالمقابل يعيش إداريا حالة غير جيدة يعني حجمها بصراحة كبيرة الحالة عشان كده أقول العمل الإداري في النصري بيكون أصعب زي ما قلت ما ربقى نقول نخوض في الأمور الفنية لكن أنا تقول النصر يعني وضع الإداري بيكون أصعب من الهلال بكثير جميل صالح يمكن تلاعب كيف تعد نفسك للديربي عندك إعدادك الخاص ولا إعدادك مع النادي لا عندي إعداد خاص وإش إعدادك الخاص شو تسوي أنا أقول لك بس جيد أن أخوي عادل تكلم كلام حقيقة فيما يستحق اسمح لي يتفضى أخونا وحبيبنا إبراهيم إبراهيم يمكن أتوقف عند الكلمة التي قال أخوي عادل أنه من أطيب الرجال نعم هو من أطيب الرجال وكلمة الرجال وليس اللاعب نتكلم عن الرجل فإبراهيم يتحلى بالصفة هذه وأنا أتشرف كثير الحقيقة بصداقته ومعرفته وأيضا بأخوه عبد الرحمن فنقول الحمد لله على السلامة طيب الإعداد الخاص هو طبعا بالتأثر من إعداد المدربين نحن تأثر نحن تأثر نحن مدربين بالتال يعني لما بدأنا نلعب كرة قدم وبدأت الحقيقة من يوم بدأت أول ما بدأت لعبت رديربي على طول يعني بفضل الله مثلت بدري الفريق وأنا صغير وأيضا لعبت مبراية الهلال ولكننا كنا محظوظين مدربين مدربين اللي مروا وتاريخيا حقيقة كانوا في النصر جدا أفذاذ ما عليش بالتالة برجع لكرة البرازيلية أنت ما تحب كرة برازيلية لا 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 أحب الكرة البرازيلية بس مش متعصب لها يعني مش متحيز لها مو متعصب زيك ولا أحبها أنا أرى أنها الآن تاريخ فقط إن شاء الله ترجع بترجع إن شاء الله ترجع مخال الكرة السعودية يعني أنت شوف أوروبا ما فيه ولا نجم برازيلي وتعرف القصة كلها ما فيه ولا نجم ولا فريق أوروبي يقوده نجم برازيلي إذا استثنينا نيمار لا فيه نيمار فيه نيمار عنهم كلهم بنيمار أنا قلت باستثناء نيمار أول كان كل فريق أوروبي نجمة برازيلي الحين ما فيه طيب عشان نرجع لبرازيل شوف كان مر علينا مدرب لياقة ومكانوا كلهم مغلبهم مر لكن كان مدرب اسمه إيرون مع كربجاني هذا كان فلتل حقيقة في الإعداد وخصصا في الإعداد الذهني أي فالموضوع موضوع تراكمي وأيضا تلقين بناء شخصية اللاعب فكان يجي بعد كل تمرين في الأسبوع يعني مرة ومرتين وينتي التمرين خلينا مثل ما يقولون يعني نسترخي يقول لك غمه بعينك ولا تفكر في شي فكر في مباراة وفكر في كل مباراة تلعبها وأولها المباراة القادمة أنك تكون الأفضل الأحسن هذه الأمور التراكمية أو خلينا نقولك الخيال الذي تسرح فيه أيضا يكمله قبل المباراة ويمسك أو يمسك اللاعبين خذوا نفس عميق خذوا عطوا أنفسكم محيز كبير للاستمتاع اتركوا الأمور الجانبية أنت عليك بما يخصك أنت داخل الملعب تحكيم ظروف الملعب مليان مش عارف ايه ما حسيت بتعب هذه كلها خلها عجم حاولت تستمتع نعم وأيضا أعط نسبة كبيرة لمحاولة الإبداع داخل الملعب هنا قاعد يبني فيك شخصية وقاعد يرتب أمورك كلاعب أنك تواجه مباريات الصعبة مثل هذه وغيرها أيضا بشخصية أو بذهنية متفتحة وجاهزة لعب مباريات ولا هنا ما يتعب المدرب أو غيره وانا جاءت قبل مباريات تعال نعدك واخد عشر لاف ومش عارف ومجموعة ناس على البنج جي أعضاء شرف هذا كله جيد ما أقول مش جيد لكن اللاعب نفسه لما يكون مثل ما سألتني أنا خلاص بعدها أخذت الدرس ولان الحالي كل الشباب أو كل العيال اللي كان مجموعة اللي معنا وصرنا نعدها نفسنا حتى أني أذكر ويمكن أخوي محيس أن أذكر أننا كنا نطلق أسبوع قبل مباراة الهال أسبوع التحفز أو أسبوع الذي يعتبر فيه استنفار كل واحد يحفز نفسه بنفسه ويعد نفسه طوالت أنا بالإجابة لا لا كلام زين وجميل ومفيد وعادل مستمتع بعد ما نأخذنا من وقتها شوي كابتن آسف يا عادل آسف يا عادل لا لا الوقت لكم كلكم أنا أمزح صالح الوقت مع بعض ما في حد معدد كابتن عادل من الأكثر في ظنك في الإدارتين الحالية القدرة على تجهيز فريقة بالأسلوب الاستنفاري والحصيف زي ما قال صالح اللي كان أيام زمان يوم كان فيها هالكورة هو صراحة أنا بتال مستمتع وفعلا قال الكابتن صالح نفس الكلام اللي قلته الأسبوع اللي قبل يعني هو أخذ تجربة حقيقية بدون شك أنا في رأيي الهلال مهما حاولت تستنهض همم اللاعبين هم أصلا أصحاب خبرة يعني لو أقول لك الأسماء اللي بتشارك بكرة من الهلال من المواطني أو بعد بكرة أو بكرة طبعا نحن دخلنا في يوم جديد أكثرهم لعبوا أصعب مبارات في الحقبة الأخيرة يعني في مبارات اليابان أمام المملكة اللي كنا لازم نتاه الكاس العالم ونتطلب الفوز إلعبوا من المعيوف يعني أكثر اللاعبين سينا كلهم موجودين اليوم صحيح الآن في الهلال اكتسبوا خبرة مباراة أكثر إذن إذا قلنا استفزاز أو محاولة استنهاض همم اللاعبين أنا أعتقد موجودة في النصر بتكون أكثر ليش لأنه في الهلال صحيح الموجود الكابتن فهد من فرير سعود كاريري لأن اللاعبين أصحاب الخبرة في الهلال أكثر من لعبي النصر اليوم لو تشوف حتى لعبة النصر أكثرهم خبراتهم يعني ما زالت أقل ما شاركوا في مباريات قوية بين هلال و النصر بشكل كبير أكيد في أحد شارك على هذا المستوى لكن أخصد بالعموم في السنوات يعني المتأكد اليوم في الليل مثلا وهناي بعض لعبة الهلال يمكن يكون فيه استرخاء وهدوء شوي بينما النصر أكيد عنده تفكير عميق إذن مدرب الفريق والكابتن حسين عبدالغني بكل دور كبير أعتقد في هذه المرحلة تحديدا يعني أكثر من كاريري أو حتى فهد المفرج في الهلال عشان كذا نقول الناحية الإدارية في النصر يحتاج هالفريق أكثر من الهلال في اليومين القادمين هذه صالح ما تفوز فيها نبرا ما تكلم عن الجوانب الفنية لسه أقول الجوانب الفنية بكرة كيف تفوز فيها المبارات تقصد اعداد ذهني يعني نعم اعداد ذهني أنا أقول الآن أتكلم عن وضع الفريقين الحالي مو صالح إطلاقا عامة لا أتكلم عن الوضع الحالي أنت الآن كلامك نوجهه لللاعب ولا للإدارة مثلا الجهاز الفريقين كلهم كلهم يختلف الحقيقة لأنه اللاعبين نتفق مع أخي عادل تماما أتفق معه وإن كان الحافز ما يكون موجود عنده اثنين لكن كإدارين وكفنين الحقيقة أنه ما يطالبون بالشيء هي مرة سوبر تنشيطية ونعطيها حقها جيد وكونها تعتبر بطولة وكذا ولكن ما يبغى فيها يصير فيها ضغط كبير على اللاعبين ولا فيها تعامل خاص أعتقد بالشكل هذا يعني يتركوا الأمور طبيعية لو يتركوا الأمور طبيعية أنا متأكد اثنين الطرفين الطرفين يتركوا الأمور طبيعية الحقيقة ممكن تظهر المباراته بشكل جيد وكل مباريات الحلال والنصر تظهر بشكل ممتاز الحقيقة عادل كيف تفز في هذه المبارات طبعا أنا أريد أن تربط بحديث المدربين اللي شفت أنت معنا خذناك عنوين احنا أنا شوف بالناحية أنا رأي المدربين كان هورفات يعني حاول يستثمر النتائج الأخيرة اللي تحققت اليوم المدرب طبعا يعني ما راح أقول لك أنا ناحية فنية بس مهم جدا عدم المفاجأة مفروض كل لاعب يعني عمل إداري وفني يعرف مثلا الكابتن صالح يبدأ المبارات كمحور التشكيلة لازم يكون أنت معد اللاعب ذهنيا ونفسيا لأنه يلعب المبارات هذه أساسي ما في شيء يسمى عنصر مفاجأة قبل المبارات 24 ساعة أنا أقرر من الذي يلعب مفروض إيحاءات ويعني معلومة حقيقية لكل لاعب أنه عندك وتحفيزه وتذكيره في كل مناسبة يعني مثلا كمثال مثلا في فترات سابقة مثلا عبدالله الزوري مثلا في الهلال دائما موفق أمام النصر أنت تسجل رغم أنك مداب يعني في كلمات تذكير بالإيجابيات وحاول يعني إبعاد السلبيات التي تحدث في مثل هذه المبارات أنا أتكلم عن أشياء خارج الملعب أساعد المدرب في بعض النقاط التي هي خارج الملعب الحالة النفسية لكل لاعب أشياء هذه أنا أعتقد أنها مهمة لكي يتحقق الفوز لفريقك شكرا عادل بطي شكرا صالح المطلق أول سوبر بين قطبي العاصمة كان قبل ستة أعوام في أمسية لندن الشهيرة العام 2015 منذ ذلك التاريخ أين ذهب نجوم تلك الحفلة لندن عاصمة بريطانيا ومدينة الضباب النصر بطل الدوري يلاقي لهلال بطل كأس الملك في أول مباراة سوبر سعودي تقام خارج الحدود بعد أن دخل الفريقان الملعب التقط عناصرهما صورة تذكارية ضمت طاقم التحكيم الإنجليزي واثنين وعشرين لاعبا منهم أربعة فقط يواصلون تنفير الهلال هم سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد جحفلي فيما غادر الفريقين ثمانية عشر أسما آخرا أولهم البولندي أدريان ميرزيفيسكي بعد أن أكمل مع الأصفر العاصمي ذلك الموسم قبل أن ينتقل إلى الشارق الإماراتي ثم تكون آخر محطاته في الصين الكوري كواك هو الآخر ترك الهلال في نهاية ذلك الموسم وبعد أربعة مواسم في بلاده علق الحذاء في ديسمبر الماضي الخميس الثامن والعشرين من يناير أعلن عن انضمامه للطاقم التدريبي لنادي تشينغ دو الصيني البحريني محمد حسين هو الآخر ترك النصر بنهاية ذلك الموسم وبعد أن مثل نادي الرفاع في بلاده انتقل ليمثل الأهل البحريني ويواصل معه حتى الآن عبد العزيز الجبرين بقي مع النصر حتى نهاية أكتوبر الماضي قبل أن يرحل إلى نادي الاتحاد وهو كذلك ما فعله زميله في النصر عمر هوساوي في الموسم الحالي أيضا حيث يلعب الآن في الاتحاد البرازيلي ديقاو في منتصف 2017 ترك الهلال انتقل إلى الشارق الإماراتي وبعد تجربتين في بلاده انتقل أخيرا إلى نادي بوريرام التايلندي ويواصل تمثيله للموسم الثاني ثواني محمد السهلاوي ترك النصر بعد هذه المباراة بأربع سنوات راحلا إلى الشباب ثم انتقل إلى التعاون الذي يمثله للموسم الثاني على الثواني كيروس إدواردو نجم الهلال صافح جماهير فريقه في ترك القمة بتسجيل هدف الفوز فأصبحوا يسمونه سوبر إدواردو لعبا للفريق حتى نهاية الموسم الماضي قبل أن ينتقل ليمثل شباب أهل دبي هذا الموسم يحيى الشهري يلعب الآن نظريا للنصر إلا أنه لم يمثل الفريق في أي مباراة منذ ظهوره في مباراة الهلال الدورية في أكتوبر الماضي البرازيلي إلتون عن بيدا ترك الهلال بعد عام وشهرين عن المشاركة في هذه المباراة هو الآن يلعب لنادي أورغريتا السويدي بعد أن لعب قبلها في الإمارات موسمين مع الجزيرة ثم الظفر بعد ثلاث سنوات من هذا اللقاء غادر حسين شيعان نادي النصر إلى التعاون وهو يمثله منذ 2018 شايع شرحيلي ترك النصر في يناير 2018 رحل إلى القادسية وبعد أن أوقف عاما كاملا عن لعب كرة القدم في قضية منشطات عاد ليمارس اللعبة إلا أنه الآن يمثل الفيصلي منذ بداية الموسم الجهل محمد الشلهو أكمل خمسة أعوام بعد هذه المباراة مع الهلال قبل أن يرضخ أخيرا لطلبات البندري وعزيزة ابنتيه ويقرر اعتزال لعب كرة القدم أحمد عكاش لعب للنصر هذه المباراة كأول ظهور رسمي له مع الفريق واصل اللعب له حتى أكتوبر الماضي قبل أن يوقع لنادي الكوكب الذي يلعب في الدرجة الأولى الأوروغوياني فابيان ستوينوف ترك النصر بعد هذه المباراة بقرابة شهر حولته إدارة النادي إلى لاعب استثمار قبل أن يعود إلى بلاده الآن وبعمر الثامنة والثلاثين هو يلعب لنادي البينرول في بلاده خالد الغامدي ترك النصر بعد هذه المباراة بثلاث سنوات ونصف انتقل إلى الرائد ثم الفيصلي ثم الشباب الآن هو يتغيب عن مباريات الفريق بسبب الإصابة خالد كعبي يلعب الآن للفيصلي هو أمضاف صفل الشباب موسمين بعد انتقاله إليه من جاره الهلال في 2017 حارس الهلال يومها كان خالد شراحيلي لم تستقر مهنته مع الفريق الأزرق هو الآن يلعب مع نادي ضمك بعد أن كان لعب لأندية الرائد والفيصلي وأحد في السنوات الأربع الأخيرة على دكة النصر كان الأوروغياني دا سيلبا بعد هذه المباراة بشهرين أقاله النصر عاد إلى بلاده قبل الرحيل إلى كولومبيا هو الآن في الإمارات مع اتحاد كلبا يومها كان يدرب الهلال اليوناني دونيس بعد عشرة أشهر من هذه المباراة أقاله الفريق الأزرق تنقل بعدها في عدة محطات بين الإمارات وقبرص واليونان وأخيرا مكابي تل أبيب الإسرائيلي والذي قرر إقالته في ديسمبر النصر رئيس النصر كان الأمير فيصل بن تركي في مطلع 2018 أقيل من منصبه أما رئيس الهلال يومها فكان الأمير نواف بن سعد في أبريل 2018 استقال من منصبه رئيسا للنادي العاصمي بعد التتويج بلقب الدوري ذلك الموسمي محمد القناص العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هناك عبدو وطيف وعبدو وطيف عنده لقب سوبر واحد حق في 2014 أحييك الآن عبدو الله أحييك أخوي بتال وعلى جميع متابعي برنامج المرمى السوبر شرفية أو رسمية بالنسبة لك؟ لا هي في مستوى العالم تعتبر بطولة رسمية والآن أصبح حتى السوبر في القارة يعني في السوبر الأوروبي ما في بطولة من برع واحدة؟ لا هذا أعتقد أنا أعتقد أن السوبر هو ليس مسمى واحد سوبر يعني في الأخير هل يلعب الأفضل أو بطل الدولي مع بطل كاس إذا كانوا في نفس البلد يعني مثلا في أوروبا يلعب بطل الاتحاد أو بطل الدول الأوروبي مع بطل أبطال أوروبا فهي سوبر فتجمع الأفضل خلال موسم معين في بطولتين لنفس الجهة التي تتبع لها البطولاتين فهي نعتقد أنها بطولة رسمية في الأخير تعتبر رسمية؟ هي بطولة رسمية بس يعني تبدو ما حد قال نعم رسمية بس أنها هي يعني أقل البطولات حدة وتنافسا كونها يعني تبدأ دائما تكون بداية الموسم لتنشيط تنشيط الموسم بس مع ذلك كنت فرحانة شوف التتويجة ما كأنها شرافية مرة فرحانة انت هنا لأن يمكن أنا أول لاعب سعودي أو من أول لاعب السعودي اللي جمع جميع البطولات هذه فكانت هي ناقصتني الوحيدة فحققتها وكانت مستحدثة هي في وقتها جديدة كل بطولات سعودية فزت فيها كان الحمد لله هذا من أكثر من الجسم كل بطولات اللي لعبت عليها كان نقصني السوبر كيف؟ كل البطولات اللي لعبت عليها فزت فيها نعم كلها فكانت السوبر مستحدثة هي تقريبا فيها لـ 2014 وكانت قبل الفتح استحدثت قبلها بموسم واحد وحققها الفتح أعتقد أن الشباب كان هو الثاني فريق فلذلك كاننا الحمد لله من لاعبين أتوقع في السعودية اللي كانوا من أول لاعبين السعوديين اللي جمعوا جميع البطولات حققوها في السعودية فكت أنا واحد منهم أعتقد أنا وعمر الغامدي طيب يعني مثل هذه البطولات من مباراة واحدة إعدادك النفسي لها كان عادي كان فيه تحفيز إضافي أكثر من المباراة الأخرى ولا ادخلوا الملعب يا شباب استمتعوا بداية موسم لأنها هي دائما تقام بداية الموسم لعبوا ومتعوا الناس طبعا أنا بمجمل البطولات النهائية أو اللي تقام على فاينل أنا طبعا أني أكون مستمتع فيها بشكل كبير ليش يا بتال؟ لأنه الآن في جزء مهم في كرة القدم اللي هو الدافعية الدافعية أنت الآن لما برايات مهمة أو البرايات الديربي أو الكلاسيكو أو الحاسمة أو الفاصلة أو اللي تكون مفصلية خلال الموسم دائما ما يكون التحفيز كبير يعني أنت لما تكون في المنزل تجد الجميع يتحدث عن المباراة لما تكون مثلا مع الأصدقاء يتحدث الجميع عن المباراة لما تفتح التلفاز نفس حكاية لما تقرأ في مواقع التواصل يتحدثون فأنا أذهب بالعكس أنه لا بد أنه تخفيف من أنه اللاعب لا يفكر في مباراة أو ما حد يتكلم عن اللاعب في المباراة بعكس المباراة الأخرى التي لا تكون فيها الدافعية عالية هنا يكون الجهد مضاعف يعني مباراة مثلا ما هي مهمة أو بين فريقين ما هم متنافسين فيكون هنا على الجانب الإداري والجانب الفني أنه يضخون الدافعية بشكل أكبر بالعكس زيادة الضغط الذهني هنا تنتج عنه قرارات خاطئة الجسم لا يكون مستوعب يعني في قاعدة أنا عندي بتال دائما أقولها عطنا القلب والعقل بين اللاعب إذا صار القلب العقل أكثر سخونة من القلب هنا يصير فيه خلل لا بد أن يكون العقل هو البارد والقلب هو المشكلة عنده الحضور وعنده الفهم وهو اللي حي لكن العقل عشان تتخذ القرارات بهدوء وإيجابية في المباريات المهمة والصعبة لا يبد أن تكون أنت مرتاح ويكون بارد وانت قاعد تستمتع بكرة القدم اللي قلبه مبحي ما ينغزابه لا في كرة ولا في غيرها يا عبدو أكيد أكيد من اللي بيفوز السبت؟ أعطني اسم بس الهلال الهلال بكرة بنسألك ليش شكرا عبدو طيل عافوة وقفتنا الثانية بعد ذلك نعود ونستمر نجوم الديربي والسوبر في عيون الإعلام العالمي كيف تحدثوا عنهم قبل مواجهة السبت؟ أهلا بكم من جديد أذكر بأنه غدا في نشرتنا سيكون لدينا تغطية موسعة للديربي السوبر هذه المرة بين قطبي الرياض سيكون لدينا أيضا حديث عن الحكام في هذه المباراة تحديدا أما نجوم الديربي المرتقب فوسائل إعلام بلادهم أيضا تابعتهم قبل السوبر الديربي وأنا ألقاكم الأيام القليلة الماضية شهدت تفاعلا كبيرا وتغطية واسعة من قبل الصحف والمواقع الأجنبية لأخبار محترف الهلال أندري كاريو مرة كبطل اندعائي مضحك لاستنسلة مطاعم متخصصة في بيع الشاورما أثار من خلالها اللاعب القادم من بيرو اهتمام وتعليق صحف بلاده خاصة صحيفة بوليفايب التي علقت على إجادة اللاعب للتمثيل مثل ما يجيد اللاعب داخل المستطيل الأخضر متمنية له التوفيق في مغامراته المقبلة بكأس السوبر أما صحيفة الكوميرسيو في حضور اللاعب كان عبر مقارنة مع مواطنه القادم الجديد للفتح كريستيان كويفا وتطرق إلى إنجازات وألقاب كاريو مع الهلال السابقة والمرتقبة كأس السوبر السعودي المقرر يوم السبت المقبل إلى جانب الحدث الذي ينتظره الشارع الرياضي البيروبي ويجمع بين اللاعبين في 28 من فبراير المقبل بدور المحترفين بعض وسائل الإعلام واجهت أنظارها في الساعة الأخيرة نحو الإيطالي سبستيان جوفينكو بعد أن كثر الحديث عن انتقاله إلى أمريكا وتحديداً إلى نادي لوس أنجلس كالكسي وسائل الإعلام اختلفت بين مؤكدة للخبر وأخرى نافية إلا أن جميعها مثل موقع وانسوكر الكندي وتوتو جوف الإيطالي اتفقت على أن جوفينكو لن يغادر الأراضي السعودية قبل أن يشارك في تحديه المقبل كأس السوبر السعودي أمام النصر ورغبة النملة الثرية في إضافة لقب آخر إلى خزائه المغرب كان أيضاً حاضراً في تغطية أخبار لعبيه صحيفة مجرس نشرت الخميس خبراً بعنوان هذا ما ينتظره أنصار النصر من ابرابط مشيرة فيه إلى تراجع أذاء اللعب مقارنة بالعام الماضي ورغبة عشاق الأصفر العاصمي لعودته إلى سابق عهده أمام الهلال في السوبر السعودي أما عن مواطني حمض الله فعنوين أخباره تمثلت بحمض الله في السعودية بعد إتمان رحلة العلاج السوبر رهان حمض الله لاستعادة توهجه عنوين كشفت جهزية المهاجم النصروي للقاء السوبر والتي سيلعب فيها لأول مرة تحت قيادة المدرب هورفت ديم محمد السائح العربية اشتركوا في القناة